أبحرت مدمرة أمريكية قرب جزري باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والتي تزعم بيكين السيادة عليها فيما التقى مسؤولون أمريكيون بنظرائهم في العاصمة الصينية في محادثات خلال الهدنة بين البلدين وقالت المهتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ ريتشيل مكمار في بيان بالبريد الإلكتروني قالت أن المدمرة نفدت عملية بحرية وهي لبحرية الملاحة أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا عن سلسلة الجزر مضيفة أن العملية لا تستهدف دولة بعينها ولا توجه رسالة سياسية